موسيقى 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 ودان خميني وقعن يزماني ياداني جد السيد جيداس نثنين حضان يراح غاسني السقسان ميني عنا عبد كريم؟ ميني وقعن ذو جنوار بدهار وغاران السيور جيداس السيور جيداس يقنشيش انتن هزان ودان اسديم طاون امد حبان ارمان غارض قسميات مساقان عبد كريم مينو عبد كريم مينو عبد كريم مينو رايد جاذب النعمان يرق حنذقوره ونيه وذان عبد كريم مينو رايد جاذ تازيري ذي روستي يتران عبد كريم مينو رايد جاذر عنصار ومنصفان سسني والسورة ذي عزري ذي سيغمان غارب نخسيم طاون الصغط يسيق وبابا سامقران عبد كريم مينو عبد كريم مينو رايد جاذ تازجاث انشين ذي زوران عبد كريم مينو يراج جاذرفقي انشين ذي محضان يصغاران غي بريذن يتوين غادو ذاتي اخنان عبد كريم مينو عبد كريم مينو ويجي زيري فقوياتون غارون زمان اقوان خو عدي سدوران ذي فغران راقر ذوك حبيذ ميزي غشان ذان عبد كريم مينو يراج متاخر حقي مسعان ذي كورام خان مني مجان سيفجاحا ذي خدام ذي محضان عبد كريم مينو ويجي امتو جارون غارون زمان جيجو فوستطفن اخذ مي اجد القرآن خورموز وغروم تقسسني ذوضان تحواسني لويز ذي غزران تحيجان غاربي تابارخان ذيوسين ذقماريكان تزغن دم من دومات السندركيسان اماريكان ذو سيون عريثن ذي دوران عبد كريم مينو ويقبر ذا مواثن غطوضان رع ذوة ديزوان امان اسبانيو ذو فرانسيس ذو طليان راحا مينو راحا مينو راحسق سيثران راحا مينو راحسق سيثورار سيغزران نثنين ازرين شهدن حضان انا وعمى ابن عبد السلام الخطاب ولد على متن السفينة التي اقلت عائلتي من المغرب الى المنفى الى بالضبط جزيرة الريونيون التي تقع جنوب الشرطي مدى العشقر الجزيرة الصغيرة ثلاثة رجال عبد السلام الخطابي محمد بن عبد الكريم الخطابي وثالثهم هو محمد عبد الكريم الخطابي الخلية الاولى في قيادة طورة الريف ومن ثلاثة كان محمد هو رمز الحركة التحريرية لحتماط كبرياء اسبانيا كان الخطابي خلق هنا في اجدير في 1882 في اجدير فبدأ التعليم دياله الاولي الابتدائي وفي 1902 ذهب الى خاس مع الوالد ديالي لشقراو في جامعة القعويين في فاس بقوا هناك عامين بعدما سلوا الدراسة ديالهم رجعوا الى اجدير وفي يعني اجدير في 1904 وفي 1906 صفر الى ميليا ميليا فإن كان في ميليا فإن كان في ميليا وايضا وايضا كان كيحرر واحد مقالة باللغة العربية في الصفحة الاولى دياله احد الجريدة اسبانيولية اسمها تيليجراما دريش يعني كان كيكتد كونها الصفحة الاولى ديال هذه الجريدة باللغة العربية من 1907 إلى 1911 بداية القرى العشرين احتدت الأطماع الاستعمارية في المغرب وكانت فرنسا اعتمدت منذ سنوات أسلوب غراق المغرب في الديون عبر السلطان عبد العزيز تمهيدا للحماية فوضونا في 1906 نعاقد في مدينة الخسيرس لإسبانيا مؤتمر استعماري حضرت 12 دول استعمارية بالإضافة للمغرب أهم ما تفقت عليه البلد المشاركة هو تقسيم المغرب من منطقة فرنسية وأخرى إسبانية أهل الريف قوموا الإسبان ومتنظمات مقومة هميلا مع البطن محمد أمزيان وكانت أشهر الملاحم اللي قادها الشريف أمزيان ضد الإسبان كانت ملحمة منطقة كيرت اللي شهدت في المجموع 113 معركة بعدما حرقوا الإسبان مداشر قبيلة كبدانا وكان كيقرأ أيضا الصحافة الإسبانيولية وكان كيحاور مع ذوك الناس مثل الموظفين الإسبانيوليين كيحاور معهم في السياسة الدولية في السياسة الأوروبا يعني كان مطلع على جميع الشؤون اللي كان كتزليه في العالم وبالخصوص الشؤون بالناس الشؤون بالمغرب والشؤون بالرئيس والشؤون بالشرك العربي كانت حصيلة معاهدة الجزيرة الخضراء 1906 توقيع معاهدة الحماية سنة 1912 والموجبها اخذت إسبانيا الشمال المغرب 5% من التراب المغربي وانفردت فرنسا بالبقية اللي اعتبرتها أنا داك بالمغرب النافع والسؤال كيف كانت نية عبد الكريم الخطابي إذا على إسبان وهو عبد الكريم الخطاب كان كي اعتقد أن من الممكن يتواصلوا فهمتين لواحد الاتفاق واحد الاتفاق فهمتين يتعاونوا مع بعض بدون الأغراب استعمارية ولكن فيما بعد بنلوا الخبث دي الإسبانيا بنلوا أن الإسبانياك مثل الدول الأوروبية كانت عندها نوايا دي الإستعمار بغا تستوري على العنبي بغا تستعمار الريف فلما اقتنع بما أن إسبانيا عنها لنا أرجع إلى إجدير وأعزم مع الوالد ومع أخوه باش يهيئوا نفسهم لمقاومة إسبانيا الريف كتعرفوها الحالة الاجتماعية والحالة الوعية والوضعية الاجتماعية والوضعية السياسية والوضعية الثقافية من نحبيش على نفسنا أنا في ذلك الوقت الريف كانت عنده واحد مستوى متوسط من كل أقبار البداية يعني مبني على القبائل ومبني تطاحهم بين القبائل على أسباب التافهة فلذا لما شاهد هذه بدا كيجمعهم وكيوعيهم وكيعلمهم يعلمهم مبادئ إسلامية لما أن المسلمين لا بد يكونوا إخوة ولا بد فمتني التحدث ولا بد يقوموا الكافر يعني سبانيول فهكذا يجمعهم وبالخصوص سبانيول لما عرفنا كانت حقابي والوالد واخوه عرف أن سبانيول كان حيهاجموا بما أننا فمتني في بني ورياغل المنطقة ديتنا كانت ساحلة مبسطة خافوا فمتني يشرفوا علينا من جبل تمثمان وينقضوا علينا ولذلك هم سبقوه مشاوا يجبل تمثمان في جبل في روبا ترقوه فهناك اسمه جبل قامة فهناك أفرد وجود دياله هناك لأنه كان عنده حق مهما كان تمثمان ولكن عنده حق باش يدافع على نفسهم يدافع على نفسهم يسبقوا الأسبان لأن الأعيان ديال ديال تمثمان كان قدموا الخضوع ديالهم نسبة ديالهم يعني معناها يمكن تدخلوا عننا إيمانا منهم من التمثمان ولا من ابن سعيد ولا ابني ابني الشيخ أنه غير معقول وغير ممكن قبائل بالمستوى ديالنا نستطيعوا يقوموا واحد دولة أوروبية متحضرة لها الجيش منظم مجهزة بعتاد عسكرية حديثة نحن معنا نولوا كيف فشل القبائل ولكن عبد الكريم الخطاري يمكن يقلم ولو بهذا وسائل بإيماننا وبوحدتنا وبعقيدتنا وبعجلنا نقدر نتصدى للعدو هذه الناس هذه وحد الميزة على الجميع وهو أنه ناس دينيين هذه قضاء أباً عن جديني كي يعرفوا أن الإسلام لازم يكون العزة لا يمكن يكون المسلم خاضع للأجنبي هذه من ناحية عقائدية إسلامية فأبوهم هذا عبد الكريم هو الأول الذي بدأ المعركة معركة في 1912 في تفرسيت في تفرسيت ثم بعد ذلك قتل بالسم هذا هذا الأب الكبير أبو محمد يعني أبو محمد المكريم و أبو محمد المكريم قتل بالسم من طرف الأسبان فهما عهدوا الله أنهم يتابعوا العمل والدهم ولكن الذي يتجاد المسألة حجم هو أن الأسبان عينه الجنرال اسمه سيلفيستري هذا الجنرال سيلفيستري أبغى بسرعة يتقدم خلاف الجنرال بيرينغير الذي كان في سيطوان وهو المقيم العام بيرينغير كان يقول خصو يجي من هناك عام ١٦١٢٠٠٠ وقال ماشي 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 بابتازا وما ذلك يجي من الجنوب ويحيط ببني ورياغل في حين أن سيلفيستري يجي من جسم ليليا ويعملوا كماشا على بنعم الكريم لكن سيلفيستري هو عصبية وعلاقة مع ملك الفوستريسي كان بغى هو ويكون عنده الأسبقية فبن عبد الكريم إذن كأسوى بأبيه واتفاقت مع الإخوان دياله عملوا هذا اللي قال لك الأخ وهو القامة جوب القامة تم وقع المعاهدة الأساسية على المقاومة وكانوا عن الناس ابني تزين وبقوية وبني ورياغل هم الأسوسة ركائز الأساسية وكان إندار ووضع مقران يقولون السبليون إذا تعديت وضع مقران الحرب عبد الكريم جمع ثلاثة القبائل في البداية وقرار مواجهة الإسبان مواجهة بدها بتوجيه إندار المحتل الإسباني غير أن هذا الأخير مخداش إندار الخطاب محمل جد أبدأ في اضطهاد الأهالي ممارسة أبشع السلوكات ضدهم والصور تاريخ والتاريخ والتاريخ أحداث وشهادات عبد الكريم ما كان أمامه إلا الدفاع أبدأت أول معركة في ظهر أباران فوقت هذه المعركة لقضيع الأصبار نهائيا في ظهر أباران المعركة الأولى هي ظهر أباران أول جوان 1921 هذا كوى لانطلاقة لانطلاقة يعني كانت عنده واحد صدى قوي في الريف لأن الناس ما كانوا شيء يخيلوا بنفسهم أنه ممكن يتغلب هذا الجيش الجرار اللي مجيبه السيلفستري واللي عندهم مئة أو أكثر من مئة مراكز من دومليليا حتى أمقه في ذاك اليوم وذاك المكان بدأ ما يسمى بحرب ريف وقعت واحد صدى قدال حتى القبائل اللي كان سلمت الاسبانيول بدأت فانتني تهياء رفعت رأسها قال هذا اسبانيول هذا يتغلب هذا غلبه فانتني بدأتهم 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 يلتحقوا يلتحقوا بالمجاهدين فلذلك لماذا هذا المعركة ديانو بران تعتبر يعني معركة أساسية مهمة فتحة واحد صفحة جديدة فانتني في حرب ريف عندما قاموا القبائل بدأوا يصفتوا الناس المجاهدين يمكن البناء بلكيم وآخه محمد باش يمكنهم يعملوا يحاصروا المناطق الأساسية ديال الأنوال وغريبا هذا الحصار هو اللي أن المعركة ديانوال كانت سوقات واحد وعشرين جوية يعني الشهر وعشرين يوم من بعد نهر أبران إذن هذا المفعول النفسي هو اللي يجعل القبائل يتلتف ويجمع المجاهدين ويمكنهم يكونوا يحاصروا القشة الكبيرة ديال الأنوال وإغريبا بعد مرور أزيد من سبعين سنة ما تزال أثار الحرب الموجودة مثل هاد الحفرة اللي سقطات فيها قنبولا غير أن المجاهدين اللي شاركوا في المقاومة وفاوا كلهم ماعد القليل القليل مثل شعيب سيموحمد نعري يوم ولنقاق سو ها تقوم عليه في الحكوم mm ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فقد أخذت صحيح. فقال رغمين. فقال رغمين. هل يجبوا؟ فقال رغمين. والذي كان يجب المشاهد. ويجبوا. ويجبوا. من فرثي. ويجبوا. ويجبوا. يجبوا. ستا يبطفض. إذا لم يقع. ومياد غيز وغا ومياد الشيناس. نعم. إزواد مولاي محدة. نعم. إزواد غانهم مولاي محدة. الطوبة. أخي قدمنا نعم. نحن نغنط سيدريس في أودا. يجعسسني سيدريس. نعم. إشمعنا السيد نحار وان وان. سيدريس في أودا. ومياد مخلق الأنود يؤدون سيدريس في أودا. سيدريس وآود في أوداا. سيدريس ويصيد الأنود. فني سيدريس في أودا على الآن. لإزركننا. نعم. استطلعت كل شيء من النبوء . هو شكل كل شيء من خلاقه . و آن بمساعدت عذراسيه . لقد كانت أمودة ويساعدت . يعانوني كل شيء . و لكن لقد امانه يتعافل . و لكنها تتعافل النبوء . أطلب العذر سبانيا . وأطلب المساعدات .... أو أطلب المساعدة . من أول الصباح؟ إنه مقرأ من صدر سيبستري نعم نعم لماذا نوال لديه هذا الحجم وعنده هذا الصداء لأنه كانت مقر في القرار الحرب هيا نوال لقد كان فيه جنرال سيبستري جنرال سيبستري جنرال سيبستري راجل غرور في المتني في دكتوخ ملوش مع عبد الكريم مقدار في المتني ديالذبنا أنا كنقول لكم غدا في الساعة خامسة سنشرب كازدتاي في دهاب ديال عبد الكريم خطابي بغى عبد الكريم خطابي أولا عبد الكريم خطابي ديالعالم كله ففي نفس الوقت ده المهار كانت قتل وكانت الجثة هامدة مش قتل ولا انتحار ده باع ما كانش حد أقريد مني باش يقول لك أنا قتل ولا انتحار فيه ربما يقول الانتحار لانه مرداش كيف ذات الجنرال متعجريف متكبر من جنرالات قتل كانوا أصدقاء حميمين ديال ملك اسبانيا ويتغلب قدام الوافاة مرداش بتكليها مرداش بالفضاح ربما حقيقة مرداش بالفضاح مرداش بالفضاح مرداش بالفضاح تسحقات القوات ورجع الجنرال نظره بعض الجنود المليدية الآن تعالوا نورا ما تبقى من أنوال ملحمة وكيف كرم المغرب المستقيل شهدائها هناك في الأفق وهذه أنوال تذكار واعتقلت كلماته كما التعتقلات في ذاكرة هاد بالمنطقة بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الجبل الأشم جارة معركة أنوال الخالدة في يوم جمعة 26 في القعدة 1840 هجرية الموافق 1921 يوليوز بين فئة من المجاهدين بزعامة مجاهد الكبير محمد بن عبد الكريم الخطابي وجيش الاستعمار الإسباني قوامه 60 ألف جندي هنا تجسدت إرادة الشعب المغربي واستماتته في الحفاظ على حريته وسيادته وأرضه ووحدة ترابه هنا وقف الريف مرة أخرى بأبنائه سدا منيعا ضد الأطماع الأجنبية موسيقى 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 الأحد 27 يوليوز 1998 الدكتور عمر الخطابي كيزور مناسبة ذكرى معركة أنوال مع شخصيات محلية وطنية مقبرة شهداء في عجدية موسيقى هذه المقبرة كي نقصها شيء مهم جدا هو قبر زعيم البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي رحمه الله عائلة آل الخطابي الدفنات فد المقبرة كلها تقريبا لكن محمد بن عبد الكريم ما زال من في مقبرة شهداء في القاهرة محمد بن عبد الكريم وحكومت بريد الكريم وحكومت بريد الكريم يرسل كريم أن تلققوا إلى أنisto وحكومت بريد المرحلة موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 ماريشال نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ماريشال ماريشال نانسي قنقر ماريشال 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 ماريش 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 ماريشال 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 ماريش 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 الحقيقية مش يتبدي القبعة ودعم لها الطرش او لعمامة انا مبريدش العبودية بك مبريدش بريد نكون حار بريد نقدع نتكلم بريد نقدع نتباذي بريد نجتمع بريد نكتبك شي لجلي راسي انا شفت محمد الخامس انا جيت هنا قبل ما يجي عميان انا شفت محمد الخامس يتلخطط وكل من مشهده يقولي نفس الشي يقول له صاحب جلاله هاتك تعرف عمي مشاه فيمكنه هو حرب هذك رجل يال حرب حرب الفرنسويين وحرب صارة اللي باش يعيشوا مغاربة حرة بعد 32 سنة عاد ريف الفرصة الضائعة من جديد باش يكون فواخر 58 مصرح احداث الدامية خذات بعد الدولي مرة اخرى دخلت طائرات والمدافع السحق ثورة مفروضة زعمها محمد سلام عمزيان المعروف من ميسر حج سلام كان عبد الكريم يساند ويساعد من منفاه طوار 58 على الرغم ان الادارة الرسمية كانت في وجود اي علاقة بالاسد واشباله في القاهرة استقبل احتاضن بن عبد الكريم زعيم حركة 58 ورعاه في بيته الى ان مات رحمه الله وهذا وهذا قبر بن عبد الكريم في القاهرة من مقر قيادة الثورة في اشدير مقر قيادة الثورة في اشدير مقر قيادة الثورة ويقفوا معلمة تاريخية رممها وصلحها مغرب الاستقلال اكراما لذي كان في هذا المقر يدافع الاستقلال هل سكن هنا عارفين من هذه وشو التاريخ او لا كنت اخذتها جابوك هنا هل سكن هنا شيء فهلا لا ماذا لا ماذا لا في حالة فقنا هكذا لا تم تلك التاريخ ما ملا في مفارة السابق شكراً للمشاهدة لا أعلم كانوا يتحدث لك ما كانوا يتحدث لك كانوا يتحدث لك ما كانوا يتحدث لك الله يتحدث الله يتحدث إذا جئنا وقلوا بلي معركة أنوال هنا تعدتنا بخلطة العريضة؟ هنا فكرة فكروا فيها هنا يدرواها وخطوا علىها من هنا؟ جزيرة القور جزيرة القور هي الوحيدة التي كانوا الإسباني ويطلقوا منها ميران مكان مكان ثاني من الجزيرة كانوا يطلقوا وضربوا القنابل تصلح كلام هذا قبل 77 سنة فعلا هذه الجزيرة لا زالت تحت السلطة الإسبانية وهو على الآن على أقل من 500 متر من مقر هذه المؤسسة التي أسسنا متاع التوتيق والدراسة خاصة بالأمير عبد الكريم جزيرة النكور هناك في البحر ومؤسسة عبد الكريم الخطابي المحظورة هنا في البر لكن لماذا محظورة؟ نحن اللي نطلع نقول لك أنا طلقت جيد بالوثائق ديالي بجميع ما تطلبه في المتنين القانون المتعبليه بتأسيس الجمالية أعطيت الان رحب بياه في المتنين القائز منتاز رحب بياه العامل وفي الأخير كتبوا علي قال لي أنت مجدش الوثائق والعامل لما استقبلني استقبلني بحماس خلي الحماس لأسسته في المتنينها المؤسسة قال لي حتنا نكون معكم عمد كمواطي ولكن جات له الخبار جات له الخبار من الهي من الرباط وشتح وقال لسيدي ما أعطيتني ما أعطيتني وثائق زيدنا له أعطينا وثائق أخرى قال لي ما تشدهمش واذا الذكرى ديالو ما بغادش ما يبغاوش متين حين نحيوها ما بغاوش عدنا اللقصة المؤسسة تعالك الخطاب بغيت نجيب له مجدوثة ديالو أنا شخصيا من النصر وكي الشعب تشوق والشعب يقول لي الشعب ده باختين يخلينا إذا يضغط يخلينا نعمل لجمعية دياله مؤسسة ديالك الخطاب مجد أي قبيلة قبيلة يقول لك على أجددهم وشنو عملوا يعني يفتخروا باش يمكنهم يشاركوا في المستقبل كيف يشارك الإنسان في بناء المستقبل إلا كان ما يعترف شن سؤال عنده ماضي وعنده رجال وهو يعني يعني يعتز بنفسي وبأجداده إذا كانوا هادو كلهم يتنساوه كل هادو قبائل ستاوستين قبيلة اللي شاركت في الحرب وستاوستين كلها شاركت وكلها عندها معارك يمكن في المغرب يعملوه كل يوم يوم كين هناك اسمتهم معركة قابت في المغرب وهاد الناس كلهم يعني يدمح له ونقولوا نجيبوا جتة نجيبوا جتة لماذا؟ باش يحياءوا هادو القبائل ويتحياء الذاكريا ديالهم ويساهموا في البناء ويستاهموا في الحرية وإلا باش نعملوا عليهم البصلانا نهائيا نقولوا ها باش ندفنوكم نهائيا من جاران غداكي وام ما يني ذا غي شهام من جاران غداكي وام ما يمي ذا غذا حزام ويا كذا غين أخرى ويا كذا غين أخرى ويا كذا غين أخرى ويا كذا غين أخرى وزيقوا بوشن ديال